إن كنت كأرض الصخري لا أفهم ما تقول فتت فيي كل حاجز يصمد في وجهك أو كنت كأرض الشوكي وعيق نمو المحصول اقتلع زبان قلبي نفقني بروحك أنت الزامع يا ربي في حقول الملكوت هل أتخذت من قلبي طلبة لغرسك أنت الزامع يا ربي في حقول الملكوت هل أتخذت من قلبي طلبة لغرسك طلبة لغرسك طلبة لغرسك هذه السلسلة تظهر لنا شخصية الرب يسوع من زوايا مختلفة اليوم أحب أن نقضي الجزء الأول من حلقتنا بالحديث عن يسوع الحر ضيفي لي هذا اليوم الأب صميم باليوس أبونا شكرا جزيلا على وجودك معنا أحب أن ندخل بالموضوع نتعلم من حلقات سابقة نحاول أن نقتصر بالمقدمة مالتنا ونتكلم عن الموضوع لأنه حقيقة يعني كل هوية من هويات الرب يسوع المسيح تستحق حلقة كاملة وليس هويتين بحلقة على الأقل طبعا لكن رح نحاول قدر الإمكان أن نغطي النقاط الأساسية عن هذه الهوية يسوع الحر هذه الهوية ممكن أن ما تكون غريبة للكثير من عندنا نفكر بيسوع هو الحر لكن قبل أن نتكلم عن يسوع الحر أحب أن تنطينا تعريف أو فكرة صحيحة عن المفهوم الحقيقي للحرية ممكن من وجهة نظر مسيحية إحنا إذا قرأنا الكتاب المقدس بالتأكيد نشوف بأنه الله في الخلق أعطى لكل إنسان أكيد الحرية وهذه الحرية هي الميزان للإنسان من خلاله يعيش ويقرر فيكون عنده حرية الاختيار بين الله أم الشرير بين الخطيئة أم النعمة وبالتأكيد لما أجل المسيح أعطانا هذه الإمكانية من خلال حياته وأقواله وحدث الخلاص اللي عاشه فأصبح نحن مسيحين بالنعمة النعمة اللي تحررنا وهو بنفسه يقول أن الحق اثبتوا في الحق والحق يحرركم فإذن الحقيقة أي الخلاص هو اللي يحررنا فإذن هي حرية داخلية الحرية المسيحية حرية داخلية مهما ضربتنا سهام الأعداء مهما عذبنا لكن لا تستطيع أن تخترق الحرية الموجودة في داخلنا لا تسرق لأن حرية شخصية حرية داخلية أعطيها من قبل الله وأجلى وجهها المسيح على الصليل أبونا بعض من الناس يتصورون المسيحية هي على النقيض من الحرية لأن الإيمان المسيحي يحدد الإنسان ينطينا تعاليم أكو وصايا عشرة أكو وصايا كتاب المقدس بالأهد الجديد مفهوم جديد للوصايا العشرة اللي هو أعمق وأصعب كيف ممكن أن ندعي بأنه المسيحية هي تحرر بنفس الوقت هي تقيد من خلال هذه التعاليم والشرائح طبعا ما في اليوم الكنيسة أعطى التعاليم أنا ضدها الفكرة هذه لكن أحب أن أخذ وجه التضاري بالتأكيد لا وشيء موجود في فكر بعض الناس اللي يفكرون بأنه المسيحية هي جملة قوانين وشرائح صح لا المسيحية مؤسسة على الحب الإنسان اللي يحبه إنسان حر لكن من نفس الوقت أنا اليوم إذا ردت أنه أعيش الحب اللي أعطاني يا الله من خلال يسوع المسيح هكذا أحب الله العالم حتى بذل أبنه الوحيد فإذاً أنا من أعيش هذا الحب أعيش حرية ولكن هاي المقتضيات اللي منقول هي تفاصيل معينة لكيفية سلوك المؤمن هذه أمور ما تلعب دور في مخطط إيمان هاي فقط إرشادات لكن اليوم الله يقول لي مثلاً أنه لازم تسوي هذا الحدث تسوي هذا الحدث حتى توصل للحب لا هذا الشيء مصحح الحب هو فتشيء جوهري كياني لكن حتى أنا أقوي هذا الحب حتى أنا أفهم واقع الحب لازم أعيش بحرية لازم أختار أنا أختار المسيح كملك في حياتي بعدين هذه المقتضيات الأخرى والشراع هذه مو إلا كلها أسويها مو إلا هذا الشيء اللي لازم أنا أسوي دائماً لكن أشوف بعين الحب أشوف أمور طفيفة المهم عندي هو الشخص الإيمان بالشخص وهذا الشخص يدعوني الحرية الحقيقة الحقيقة اللي يقولها المسيح هي حقيقة سماوية ما هي شراعة ولا توصيات هذه الأمور فقط لتنظيم الإيمان أين ممكن أن نجد هذه الحقائق في الأناجل يعني أين ممكن أن نجد يسوع الحر في الكتاب المقدس أو في الأناجل بالتحديد وكيف كان خطاب يسوع التحرري هذا أو التحريري يسوع أول شيء الإنسان الحر دائماً عنده ثقة بنفسه وهذه الثقة أكيد هي ثقة جاية أيضاً من الله كأن الحرية هيبة من الله وهذه الهبة بالتأكيد ما هي هيبة هيتش يعني أعطيت بالكامل لكن إنسان يعمل ويشتغل عليها لأن هي بذور موجودة بالعمق ويشتغل إنسان عليه من خلال عقله وتفكيره وصلاةه وروحيته يسوع المسيح اللحظة لما سؤل هذا السؤال كان محرج وكانوا يريدون يحرجوه بصراحة في موضوع الجزية إعطاء الجزية لقيصر فلما أوجهه للسؤال كيشف عن حرية غير طبيعية أنا بالنسبة لي دائماً أقفيت منذهل أمام جواب المسيح كيف إنه بين فريقين الفريق الأول والفريق الروماني والفريق الثاني والفريق الغيورين إن قال لا تعطوا الجزية وقف ضد القيصر والجنود وإن قال أعطوا الجزية الغيورين راح يشنون علي الحرب ويشوهون سمعته لكن هو بحريته بالثقة اللي هي ثقة موشوجة مع الإيمان مع العلاقة الحميمية مع الله قدر إنه يأطفت خطاب مميز فقال أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله لا يمكن للإنسان أن يجيب بهذا الجواب إن لم يكن لديه علاقة بالله لأن الحرية انكشفت من خلال فصلة الفصل بين الشعور بالمواطنة والواجبات تجاه الدولة هذه أمور تخص حياتك العادية الأرضية لكن ماذا بشأن حياتك السماوية حياتك المرتبطة بالله فهنا هنا فصل المسيح بس فصلة ما هو فصل يعني خلنا مسافة كبيرة بس على أقل فهم الإنسان وين أنت في طريق الله وين أنت في هذه الحياة فهذا ما يكشفه إلا شخص حر بالتأكيد والمنهج مالتك كان منهج حر وتحريري فيسوق الحر المعلم أكيد أعطى دروسه لتلاميذه لكن هذه الدروس ما كانت مقتصرة للتلاميذ قبل ألفين سنة لكن هذه الدروس هي إلي اليوم ممكن أن تكون إليك أيضا كيف لنا أن نتعلم أو نفهم أن نعيش حياتنا على ضوء شخصية ترى بسوء المسيح يسوء الحر أول شيء لازم نرتبط بشخصه يعني لازم نقرأ كلمته يعني كثير الناس أشوفهم اليوم يتكلمون عن المسيح لكن لا يقرؤون الكتاب المقدس ما عندهم هالارتباط الكبير بالكنيسة أنا اليوم دائما إذا أريد أن أتشبه بالمسيح يجب أن أول شيء أخرى كتاب مقدس وأرتبط بتعاليم الكنيسة وشوف شيء يريد من عندي المسيح بالإنجيل الحر والإنسان اللي ما يخاف الإنسان اللي عنده الحقيقة والحقيقة لا ترعب وإنما ترعب الناس اللي هم منه الناس اللي يخافون يخافون من الظهور الظهور أمام الناس والوقوف وأعلان الكلمة المقدسة شوف المسيح لما إجا شخص معين نثل ما يقوله في الإنجيل ومسك أهداب رداءه وشفي فقال من هو الذي سرق قوتي أكيد هذه المرأة اللي كانت هي دتتسعى ودتناضل بالحقيقة أنه تشفى من خلال بس مسك أهدابه لكن هو ماذا فعل جلب هذه المرأة ووضعها في المنتصف وقال لها إيمانك خلصك فإذن هنا هذه الحركة هاي حركة كلش قوية نتعبر عن أنه الذي يحمل حرية المسيح يجب أن يقف في المنتصف ينتصد ويقول الحقيقة ويقولها أمام الرؤساء يقولها أمام أي إنسان بالرغم من سطوته وقوته وأيضا يقولها أمام شيطان المجتمع اللي علمنا فقط كيف نتبنى أمور هي عولمية بعيدة عن الإنسانية بعيدة عن المسيحية ويقول لنا ابدي وأعلن الكلمة لكن أعلان الكلمة يجب أن يكون عن طريق الصلاة قراءة الكتاب مقدس والتشبه بيسوع المسيح ودائما نيل النعمة أنا أحس بالنعمة نعمة التحرر نعمة الحرية يسوع المسيح يقول روح السيد الرب علي مسحني شنو مسحني لي أحرر فأني اليوم كمسيحي أنا محرر ومحرر محرر من المسيح ومحرر لأنني تبنيت رسالة المسيح وإذا ما أنا مكنت محرر للآخرين مو محرر لكن محرر للآخرين هل يعني هذا أنه أنا إنسان أدخل في مستوى آخر بحياتي يعني كأنه ما عيش العبودية بشكل أوتوماتيكي وهنا الكلام على المستوى الروحي وإيضا على المستوى البشري يعني الإنسان الغير حر هل هذا إنسان يعيش حياة عبودية؟ طبعا أنت قلت كلمة شوي أنا أزعجها هي الأوتوماتيكية ليش؟ يعني الأوتوماتيكية دائما ما تطبق على البشرية لأنه أوتوماتيكية هي للآلات نعم أي مرات أنا يعني ولو كلامك جدا صحيح نعم بس مشكلتنا أصبح حياتنا التقنية نعم حتى من نرسم علامة الصليب نعمل التقنية دا يصير يعني حرف بدون روح بالفعل يعني أنا اليوم دا أقوله أنه مو الإنسان ولد هو موحر بالتأكيد أكو ناس يقولون من الطانا اسمنا؟ أهلنا مو إحنا اللي اختارينا اسمانا؟ المجتمع دا يلبسنا ماكو إنسان إذا لبس ملابس غير صالحة يعني حرية محدودة نوعا الله الحرية محدودة على الصعيد المجتمعي لكن أنا بالنسبة لي أقولها مو أوتوماتيكيا الإنسان غير حر يكون مستعبد للخطيئة لكن يبقى فترة هناك فترة بالإمكاني يصبح الاهتداء يعني الإنسان مو ميكانيكي يعني مباشرة بما أنك بما أنك لست حر فإذا أنت خاطئ وعبد للخطيئة يمكن أكو ناس هناك صوت الحرية شوية شوية ينبثق في داخلهم أكو هواية شباب اليوم ما عدهم هالحرية يفكرون بأن الحياة هي هذه هي حياة الخطيئة والله وغيرها لما شخص مثلا علماني شخص رجل دين يبدي يقعد ويا ويحكويا يوقف في داخله بذور الحرية هذه هي الله خلق فينا الحرية بس إحنا مدى نستفاد منها لأنه مجتمعنا واقعنا آيديولوجياتنا كلها تتوجهنا يعني أفهم من كلامك هو الطريق مو أبيض وأسود لكن ممكن أن نكون الطريق ممكن النوعا ما يسموه بالإنجليزي يعني هذا اللون اللي بين الأبيض والأسود واللي ممكن الإنسان من خلاله يسمع نداء الله ويغير موقفه ويرجع بالتالي إلى الله ويعيش حياة النعمة ويعيش الحياة الحرية بشكل صحيح بالفعل أوكي أبونا اذكرت في كتابك بالفصل المخصص عن يسوع الحر أنواع مختلفة للحرية يعني عندنا دقيقة ممكن أنه تكلمنا على هالأنواع المختلفة وإذا أكون نوع معين يعتبر الأساس للأنواع الأخرى طبعا إحنا في بالنا دائما بالمجتمع عندنا حريات نتعايش وياها من طفولتنا ولي كبرنا منها الحرية الميتافيزيقية الفلسفية أنه يعني الشي اللي أريد أسوي الحرية الأخلاقية أيضا تكون على صعيد احترام الآخر ونفس الوقت لازم أحترم فأني عندي حرية أنا بالاختيار هناك الحرية السياسية عندي حرية بالانتخاب وهناك الحرية النفسية اللي تتكلم عن أنه أنا مستقل وأني لازم أعرف بواطن أفكاري ورغباتي وغيرها كل هذه الحريات تتنشأنا عليها لكن هناك الحرية اللي أعظم واللي إحنا كمسيحيين مدعوين إلها اللي هي الحرية الداخلية الحرية الإيمانية الحرية أبناء الله اللي تخلينا فيه تماس تام مع النعمة المقدسة وطبعا بالتأكيد التحول من أرض الخطيئة إلا أرض النعمة ولاحظت بالكتاب المقدس هناك حريات عظيمة اشتغلنا عليها وكيد كتابتها بالكتاب لكن ما عندنا وقت هواية أن نتكلم عنها لكن أكيد هناك الحرية من الحزن اللي كانت في مرته ومريم أهم أنواع هذه الحريات هي يا نوء برأيك أكو نوع معين تعتبره أهم نوع؟ يعني من الحريات يا هي المختلفة هاي الأشكال المختلفة للحرية أكو حرية معينة للإنسان هي ضرورة ما السائلة على ما يعيش حياته بشكل حر طبيعي اللي قلتها هي حرية من الحرية الداخلية والحرية من الخطيئة من الخطيئة من الخطيئة بالتأكيد هذا الشيء والمهم عندنا ولكل مسيحي أبونا أنا مع الأسر في هاللحظة ما أملك أي حرية لأنه الجزء الأول من حلقتنا الوقت ما تنقضى دائما وبالتالي يجب علينا أن نقطع ونأخذ استراحة قصيرة أعزائي المشاهدين فاصل ونعود نحييكم مرة ثانية عزائي المشاهدين ونرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج في حقول الملكوت والتي ندرس من خلالها سلسلة خاصة عن شخص الرب يسوى المسيح أبونا بالجزء الثاني رح نتكلم عن موضوع نوعا ما غير دارج هوية الرب يسوى المسيح كطبيب العائلة النفسي السؤال الأول إليك لماذا اختارت هذه الهوية للرب يسوى المسيح وعلى أي أساس؟ بالتأكيد أنا الشيء اللي ركزت عليه هو رمزية النفسية اللي استخدمها يسوع في سوق أمثلته الأمثلة مالتا كانت هي أمثلة وأيضا الشخوص اللي تكلموا وشفاهم أيضا كانوا يحملون كثير من الأمور النفسية اللي بصراحة تعكس واقعنا اليوم في العائلة الشرقية والرمزية النفسية مثل يعني تفاوت أكيد المحبة العلاقة بين الأب والبنت أو الأب والابن الأم والبنت أو الأم والابن كل هذه الأمور يعني لما قريتها بالإنجيل شفت يسوع أن يليق بأن يكون عنده هذا اللقب اللي هو طبيب العائلة النفسي لنستخدم رمزية نفسية وطبعا بالتأكيد لما يستخدم رمزية نفسية أيضا تعمذ بالروح وأيضا نلاحظ في إنجيل مارقس الإصحاح الثالث كيف يسوع تعامل وعائلته الدموية لما اتهمه وكان هناك نوع من الكلام الغير لائق اللي بدر منعده امتجاهها بسبب أنه هو مفصل عنه نعم واستخدم بالتأكيد استخدم هذا التوتر اللي صار بالعلاقة حتى يكشف عن توترات كثيرة ظهرت في الشفاءات اللي قام بيها مثل شفاء ابنة المرأة الفينقية وشفاء ابن هذا الشخص اللي كان يشمر نفسه بالماء والنار نعم وأيضا شفاء اللي ابنة يائير وغيرها فقام بالنسبة لي كثير فادني المسيح في شفاءاته منه يكون أنا أيضا كرجل دين أو كشخص علماني يكون عندي الطلاع بالواقع النفسي والعلاج النفسي لعائلتي ولكل العوائل ابنة اتكلمت عن أيضا في الفصل المخصص عن هالموضوع اتكلمت عن أربع أنواع من العلاقات التقليدية اللي يتحدث عنها الكتاب المقدس بالتحديد الأناجي للأربعة سؤالي إليك أول شيء يعني أحب أن نتعرف لنا هالأربع أنواع والسؤال المنطقي اللي هو أتصور يجب علينا أن نسأل أنفسنا دائما عندما نقرأ الكتاب المقدس ما معنى هذا الشيء لليوم ما هي الدروس المستخلصة من هالأربع علاقات لإنسان اليوم متأكيد هي الأربع علاقات تقليدية علاقة الأب بالبنت علاقة الأب بالابن علاقة الأم بالابن وعلاقة الأم بالبنت يعني أنه العلاقات بين الزوجين أكيد والعلاقة اللي بين الأفراد العائلة وطبعا كل الأمور يتمبثق من هالشيء إذا تجي على عائلة هي متوترة أو الأفراد متوترين فقبل نروح على الأب والأم إن كانوا هم متوترين من بداية علاقتهم إن كانوا يتعارقون سوية وصوتهم يعلى أو نوعا ما فيصير كثير من النماذج اللي هي مؤلمة طبعا هذه كلها هي أمور واقعية أخذها المسيح بإسلوب مثلا نشوف الدروس المستخلصة مثلا بين الفينقية وبنتها طبعا المسيح لما يجي ويبدأ يشفي ما يشفي الأم الأم إجتي وركعت تحت رجليني يسوع المسيح وقالت إشفي ابنتي ابنتها بعيدة ما يعرفها المسيح ولكن المسيح أول شيء يسوي هو يشفي الأم ليش؟ لأنه اكتشف أنه هذه الأم خالق فد نوع من الخناق على بنتها وأنه مو موضوع هو خطيئة مو موضوع هو مرض نفسي بقدر ما هو العلاقة اللي شنه هي مو حية العلاقة الميتة بين الأم وبنتها فهي بالبداية آمنت بالمسيح المرأة الفينقية ومن ثم من خلال هذا الإيمان القوي اللي بدر من عدها قدر أن يشفي بنتها من بعيد ولكن ما كان يعرفه ما كان يعرفه المسيح بس عرفه الأم أيضاً اللي يشمر نفسه الغلام اللي يشمر نفسه بالماء والنار لما نجى الأب وقال للمسيح قال له خلصني لكن المسيح كتشفي أنه هذا الشخص أيضاً عنده مشكلة مع ابنه وابنه بده يموت في هذه العلاقات والطاقات لأنه الماء والنار هو النار رمز العدواني والماء رمز الهوى هذولا طاقتين قوية في حياة الشخص وبالتأكيد يعني الأب ما قدر يتعامل وياهم فإحنا نقدر نفساً نقدر نخلي فد واقع نفسي لشفاءات يسوع ونشوف بأنه المشكلة هي بين الأب وابنه أو الأم وبنتها نعم كيف ممكن أن نستفاد من الواقع الحال هذا اللي بيانه أن الكتاب المقدس هاليوم في حياتنا بالتأكيد نستفاد من عندما نكون إحنا نبين ونفحص تعاملنا إذا كان أب أم كيف تعاملنا مع أولادنا طبعاً لو تعرف أنت العائلة الشرقية بالتأكيد إحنا كعائلة شرقية شوية عائلة منقسمة دائماً يسر بيها تواتر بالحب يعني إذا نقرأ أيضاً في سفر التكوين لاحظت إسحاق إسحاق كان يحب عيسو لكن رفقة كان تحب يعقوب كان هناك فرق هذا من يطلع ياغذوية هذا بقيه بالبيت يمه وهذا هو الصغير لازم يكون مدلة لو هذا كل كبير لازم يكون قوي حتى في مثل الأبن الضال تلاحظ أنه هناك إهمان للأبن الصغير الأب دائماً يأخذ الأبن الكبير تراك الأبن الصغير الأبن الصغير بقى بدون مرشد فإذن خطأ في الطريق فأني بالنسبة إلي يمكن هذا الشيء أقوله أقوله بالبعد النفسي لا أقوله بالبعد التفسير لكن أنا كشخص دارس هالشيء فأتمنى أنه أطلع في شيء نفسي من هالنصوص لكن مو قد يكون التفسير الأساسي أبونا أكثر من سؤال عندي يعني أنت أثرت مواضيع جميلة جداً نعم وممكن أن نقضي بها وقت طويل النقطة الأولى أحب أن نركز عليها هي دور الأب والأم مع الأولاد هذه النقطة كأحدى الدروس اللي ممكن أن نستفاد من عدها من خلال طرحة لهالموضوع هذا طريقة التعامل وتأثيرها على الشباب إحنا في مركزنا مركز الكاثوليكي الشرقية لعادة التبشير مركز نشط جداً معروف بالفعاليات التي تقدم للشباب أنا من خلال خبرتي لاحظت بأنه أغلب مشاكل الشباب هي عبارة عن انعكاس لمشاكل موجودة بالبيت من الأب والأم أذكر قبل فترة التقيت بكاهن صديق اللي مختص بهالموضوع يتعامل مع المدمنين وذكر لي فتشي كان يعني فتشي رهيب تسعين بالمئة حسب قوله من مشاكل الشباب بالإدمان هي مبنية على بيوت فيها طلاقات طبعاً الأب والأم ممكن يكونون مطلقين بشكل رسمي أو مطلقين لكن بشكل غير رسمي وبالنتيجة رح تكون يعني النتائج سلبية جداً جداً على الأولاد احنا اليوم بثير من الأحيان كأباء وأمهات ننظر إلى أولادنا وننظر إلى مشاكل أولادنا ونلوم الأولاد بدون النظر إلى أنفسنا هالنقطة أحب أن نتكلم عنها المدة دقيقة ممكن كيف ممكن أن ننظر إلى الموضوع من الأساس أتصور حل المشكلة هي بالأب والأم قبل أن تكون مع الأولاد هذا شيء ذكرت بالبداية أن الأب والأم هم اللي يكشفون للأطفال واقع حياتهم ومستقبلهم النفسي لأنه أنا أعرف كثير من الشباب يجون عندي يقولون نحنا ما مريد نزوج مريد نخضر الغمار هذا الشيء لأنه الأب والأم كانوا أسوأ أمثلة لهم لهالزواج لما أجي أنا أحكيوا يا أم أبدي أنا كثير أنظف أنظف أمور من هذه الصورة اللي أخذت ليش لأنهم أنتو مو أبوكم و أمكم أنتو ناس مستقلين وأكيد أنتو صحيح صار عندكم نوع من العقدة من الزواج لكن بنفس الوقت عندكم أيضاً إمكانية أنتو بدون بجدية وبتجدد نعم وتجددون هذا الواقع اليوم يجب أن نوعي الأب والأم العلاقة أنتو اللي بيناتكم إذا بدر بيها أي تنافر أي أمور سلبية شوائب فتأكدوا بأنه أنتو بدأت تزرعون الشوائب في داخل البيت المسيح يقول الويل لمن تأتي على يده العثرات وأنا أقولها أقولها للأب والأم لا أقولها فقط لرجال دين أو أي شخص آخر أقولها للأب والأم لأن الأب والأم هم أعظم الناس وهم شركاء الله في الخلق لازم يكونون على مستوى هذا الواقع يدرسون يتعلمون يكونون واعين مولا تأخذون شهادات بس على الأقل تثقفوا بالإنجيل بالكلام المقدس بالتعليم الكنيسة وكونوا دائما أصحاب قلوب منفتحها على أخطاء أولادكم نعم نعم أبونا نقطة أخرى يعني أحب أن أخذ رأيك بها ولو مع الأسف ما عندنا كثير وقت لكن موضوع العلاقة بين الأب والأم يعني الحب بين الأب والأم ومكانة هذا الحب ودور هذا الحب يعني هاليوم نقرأ كتب تعلمنا بأنه كثير مع الأسف خاصة في مجتمعنا الشرقي وأنت وصفت يعني أنا كنت تفاجأت من شفت وصفك أنه للعائلة الشرقية هي عائلة منقسمة لأنه نوعا ما إحنا من نفكر بعوائلنا الشرقية نفكر بأننا متحدين لكن كلامك صحيح أنه دائما التركيز علاقات تتمر بطرف واحد بالفعل حتى تمايز بالحب لكن اليوم من نقرأ نشوف التعليم دائما يقول أول شيء أنت كأب أو كأم على مدة ربي أولادك بشكل صحيح أنه تحب زوجك أو زوجتك يعني قبل أن أحب ابني أو بنتي لازم يكون حبنا كأب وأم واحد للآخر هو اللي يكون حقيقي هو اللي يكون مثمر وبالتالي هؤلاء الأطفال من يعيشون بهجوا هذا المليء بالمحبة هذه راح تنعكس هذا الشيء بحياتهم إحنا ما على الأسف خاصة في مجتمعات الشرقية سواء بالمهجر هنا أنا أو في بلادنا دائما التركيز أنه من يصير عندنا أولاد التركيز كل على الأولاد يكون يعني خاصة للأمهات يعني أنا أولادي هم أهم شيء بحياتي ابني بنتي أهم شيء بحياتي والرجل الزوج أو في بعض الأحيان العكس الزوجة تهمل هذا الشيء غير صحيح المهم أنه الزوج والزوجة تكون علاقتهم على مستوى عالي جدا يعيشون حياة المحبة بشكل صحيح وبالتالي أوتوماتيكيا الحياة راح تكون مع الأطفال هي تتجاه باتجاه هم ذكرت أوتوماتيكيا يعني أنا أيض كلامك بالتأكيد لأن الحب هو الجو دافئ يعني أنا يعجبني أنه أدخل في بيت بيح محبة أقعد أرتاح لكن لما أدخل في بيت يعني الأب والأم منفصلين واحد ييجي للبيت اللاخ يطلع للشغل ويتعمدون أنه واحد ما يشوف اللاخ قولوا لي يعني كيف راح يكون هذا البيت هناك فرق بين house and home المشكلة كبيرة عندنا يعني كثير نسوي بيوت يعني كثير منازل عندنا بس مو بيوت بالنسبة لي أنا من من house يعني البيت المنزل أنه فقط أنه أنزل بي أنه أنام بي ولكن الأب ما لعلاقة بالأم والأولاد كل واحد في مكان هذا مو بيت لكن home هو العلاقة الطيبة العلاقة المقدسة الاحترام صحيح يعني هناك بيوت ندخل صياحات الأب والأم يعني الإبني الصغير يخلي إيده يعني على إذنه ويسد إذنه ليش؟ لأنه صوت الأب كلش عالي يهرب من الواحد هروب طبعا هذا شرح يولد في داخله رح يولد في داخله كروه وهذه هي أساس الأمراض التي شفاها يسوع صحيح هاي أساسها علاقة المرأة الفينقية بابنتها وعلاقة يائير بنتها لما يجي المسيح ينطي الحرية بهذا الطفل الميت هل نستطيع أن نقول بأنه نتائج هالمشاكل هذه المشاكل اللي هي نفسية إلها تأثير على البعد الروحي بحياة الإنسان يعني هذا الطفل بالتالي كراهيت لي وضع حالة يعني واقع حالة مع أمه وأبوه رح تكون تنأكس بعلاقة غير صحيحة مع الله بالتأكيد لأن أنا من أين أأخذ موضوع الأبوه من أبي ومن ثم أعكسه نحو الله صحيح ما ممكن الطفل أو شيء يفهم موضوع الله يفهمه بالتدرج يفهمه من خلال أبوه اللي هو يسوع يسوع المسيح أرسل إلى فهذا الأب إذا عكس وجه سلبي كيف هذا الابن داخليا إذا تكونت عنده أخذة تجاه الأب أنه رح يتوجه لله دائما المسيح لاحظة في الإنجيل الآب السماوي لا تدعوا لكم أبا على الأرض دائما التركيز على الأبوه الخالصة التامة هذا ليس لإنكار بالأبوه الأرضية بس هناك أبوه والصورة كاملة الأبوه هي في السماء فشوفوا هنا أنت الأم أنت مثال مريم العذراء أنت مثال الإيمان هسا انعكستي صلاة انعكستي وضع صلاة وضع حوب وضع كنائسي ببيتج هذا الولد رح يحب الكنيسة وهذا الولد رح يحب مريم العذراء وهذا الولد رح يكون عنده إيمان لأن الإيمان هو مشاعر أنثوية مشاعر داخلية فإذاً الأب الأموه أيضاً طامة كبيرة بافتراقهم على البيت أيضاً طامة كبيرة بافتراقهم على الكنيسة لأن العائلة هي نواة الكنيسة آمين أبونا شكرا جزيلا على كل ما قدبت لهذا اليوم معلأسف أدركنا الوقت كالعالم دائما هذه مشكلتنا هي عدونا الأول بهالبرنامج هو الوقت أعزائي المشاهدين نشكر حسب متابعتكم لهذا اليوم أتمنى أن نلقاكم في حلقة جديدة ناقش من خلالها هوية جديدة للرب يسوء المسيح السلام وفرح المسيح معكم وإلى اللقاء فتت في كل حاجز يصمد في وجهك أو كنت كأرض شوكي وعيق نمو المحصول اقتلع زهان قلبي نفقني بروحك أنت الزادع يا ربي في حقول الملكوت هل أتخذت من قلبي تربة لغرسك أنت الزادع يا ربي في حقول الملكوت هل أتخذت من قلبي تربة لغرسك تربة لغرسك تربة لغرسك ترجمة نانسي قنقر